أقام قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين ندوة علمية جاءت تحت عنوان المناهج المعاصرة في الفتوى بحضور فضيلة الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين وتضمنت الندوة ثلاثة أوراق بحثية حول منهج الإفراط المتأثر بالمدرسة الظاهرية القديمة ومفهوم خلاف الأصل مع عدد من المعطيات والمفاهيم المتعلقة بهذا الشأن الاتجاه الأول منهج الإفراط وهو المنهج المتأثر قديما بالمدرسة الظاهرية ويسير بسيرها وإن كان ينكر عليها لفظها وسير فيها لكنه في الحقيقة يتمشى ويسير على خطاها عملا وسيرا وهم يرون عدم تغير الفتوى في حالة تغير موصوفها أو عرافها أو مصالحها ولا يعدون الأحكام الشرعية قابلة للتفسير ولا التعليل ويجعلون الرأي الاجتهادي قولا واحدا يختارونه من بين من يرونه إماما متبوعا ويجعلون له قداسة رأيه واختياره في مسألة ما الندوة تطرقت لعدد من المشكلات المعاصرة ومناهج المفتين والمجتهدين في توصيفها وبيان أحكامها الشرعية في الحقيقة كثرت الدعوات بين طلبة العلم للأخذ بمفهوم خلاف الأصل في الفتاوى المعاصرة وهذا المفهوم وجد لهم من يناصره وآخرون عارضوه فما هذا المفهوم وهل هو دليل من أدلة أصول الفقه وما حده وأبرز تطبيقاته المعاصرة سنحاول في هذه الوريقات أن نبين هذا المفهوم بعجالة فنقول طبعا نبتد بالتعريف اللغة ويعادة كل البحوث فنقول الأصل لغة جاء في كتاب العين الأصل واستأصلت الشجرة واستأصلت الشجرة وإي ثبت أصلها واستأصل الله فلانا أي لم يدع له أصلا ويقال إن النخل بأرضنا أصيل أي هو بها لا يفنى ولا يزول وفلان أصيل الرأي وقد أصل رأيه أصالة وإنه لأصيل الرأي والعقل والأصيل العشي وهو الأصل وتصغير صيلاء مداخلات ومناقشات أثرت مضمون الندوة عبر عدد من الباحثين والمهتمين بالقضايا الشرعية وصولا إلى الموازنة بين الخبر والقياس في الفتوى وأن الراجح منهما هو المقدم والأصل ترجمة نانسي قنقر